لا اول حقيقة خليني اقولك الامانة كمان ابو حميد انت وصلت رسالة وعشان كده كان المشهد يعني في رأيي ان هو مهيب ولو دلالات خاصة انها وصلت رسالة مش بس الالاف اللي كانوا حضرين في المؤتمر ولا الرئيس ولا انت بكلم على الملايين اللي كانوا بتفرجوا حتى على التلفزيون وانا الحقيقة من كتر ما دمعت وتأثرت وانا بتفرج على الفيديو مبارح لانه ده اللي انا بحاول اقوله هنا في البرنامج من شهور طويلة جدا فكرة كتير كتير من المصريين خصوصا للأسف من الشباب اللي مستهونين باللي الجيش بيعملوا وللأسف ما بيدوش لولادنا على الجبهة سواء في سينة ولا في باقي الحيطة اللي بيكفح الارهاب ما بيدهمش الدعم الكافي حتى نفسيا لانت لأسف اكيد بتخش على فيسبوك وتويتر ومش عفق ايه طبعا لايبعت شباب للأسف بالتاريق طبعا عندنا حدثة بيستشهد فيها خمس جنود ولا لغم انفجر في المدرعة انفجر فيها كذا والناس عاملة تعمل كوميكس وفيسبوك وطريقة وحاجات انا رأي ان دي خيانة للبلد في وقت الحرب صحا فعشان كده انا بقولك رسالتك جات في وقتها قد كده انه مش بس احنا مش مقدرين ده كذا حد المفروض معفى من الخدمة العسكرية بحكم الاعاقة اللي عنده في جسد اللي ربنا اتلا بيها ومع ذلك هو اول واحد عايز يتطوع فهي ده رسالتك يعني انا مش بس فكرة انه رسالتك انه زاوي الاحتاجات الخاصة بيقولوا كذا لا ده رسالتك ومش عارف اولادها اللي في سينة وفي الجابها بيعبلوا ايه فعشان كده انا بشكرك لان انت مسيت زا بيقولوا كده الوطر الحساس اللي عندنا فتنزلوا بقى فريق تنزلوا ليوه مش مشكلة ساعتها مقبولة منك دي قال حاجة قادر اقولها المصر مش يعني مصر بتدينا كتير احنا لازم كمان ناخد انبلدنا احنا مش معقولة حنفضل مصر تفضل تساعدنا واحنا ما بنساعدهاش احنا مش قال من اي حد بيموت طب لو سمعت حد منتعرف برضو بعض اللطفاء كتير عندنا في مصره وحد رد عليك دلوقتي يقولك يا عم انت كلمتين اللي عملتهم دول شو عشان تطلع في التلفزيون ورسالة وبتاع انت لا هتخش الجيش وانا هتطبع في الجيش وانا بتاع باس منظر وبتاع لو في حد لطيف يعني قال كلمتين دول رد عليك تقول له ايه اقول له انت مش حاسس احنا قدية عندنا وطنية زو الاحتياجات الخاصة احنا عندنا وطنية كبيرة جدا عندنا انتماء لبلدنا احنا كمان بنحب بلدنا وانت اللي ممكن تكون انت اللي خاين انت خاين اللي بندك لان انت وبعدين ما تبصش لنظرة النزو الاحتياجات الخاصة دول اقل منك لا احنا عندنا وطنية عندنا انتماء عندنا حب البلدنا يعني الاعاقة دي اعاقة في الجسد مش اعاقة في الوطنية ولا في الانتماء الاعاقة دي مش في الجسد في الانتماء هما عندهم اعاقة في الوطنية لان هما ما بيحبوش بلدهم ما بيحبوش بلدهم او يعني يمكن مش فاهمين حب بلدهم صح اخلينا برضو عشان نبقى ما نبقاش قصين عليهم لان في كتير من الشباب دماغهم ملعوب فيها بسبب اركار يمين وشمال لكن في النهاية الرسالة بتاعتك انه احنا اذا كانت عندنا عاقف هي عاقف الجسد بس لكن في الوطنية لا احنا عندنا هم اللي عندهم عاقف الوطنية صحيح احنا عندنا عاقف الجسد بسطول ما عندهم عاقف الوطنية الله عليك احساسك ايه لما طلعت في التوصيات بعد المؤتمر مبارح ان سنة 2018 هتبقى عام متحد الاعاقة حسيت ان في حاجات كتير قوي هتتحقق حسيت ان الناس هتنزل لنا بنظرة تانية زي ما السيد الرئيس عايزنا ان احنا يحسس ان زول احتجاجات الخاصة دول داخل المجتمع ما فيش تفرقة زي الدول الغربية زي ما هي بتعامل زول احتجاجات الخاصة عندها احنا كمان هنتعامل زي ما بيعملوهم مبر